تاريخ أصيل يخطئ كثيرون حين يعتقدون أن الوجود العربي في الشام طرأ مع الفتوحات الإسلامية بل هو أقدم من ذلك بكثير إذ يعود وجودهم إلى القرن التاسع قبل الميلاد حيث قامت فيها عدة ممالك عربية كمملكة تدمر وحمصة والرهى وأفامية وبالطبع فقد شكل تدفق العربي المسلمين من جزيرتهم إلى الشام بداية مرحلة جديدة للوجود العربي في البلاد فتعزز حضورهم وزاد انتشارهم فيها بطبيعة الحال وقد خص الله العرب عن الأمم بمزايا عديدة وخصال فريدة هيئهم من خلالها ليكونوا ظرفا لرسالته إلى البشرية وعلى رأس هذه الخصال كرامة العربي ورفض الضيم والإباء والعزة والأنفة خصال جعلت من الصعب بمكان على قبائل العرب أن تتقبل كل سياسات قسد الإقصائية ومحاولات إذلال أبنائها وتركيعهم وبالنظر إلى الجزيرة الفراتية على وجه الخصوص تبرز العديد من القبائل العريقة التي تصدرت المشهد بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية ففي دير الزور ابتداء تنتشر قبيلة العجيدات وهي قبيلة عربية زبيدية طائية من أبناء علي بن سالم بن صهيب آل جحش الزبيدي ويتنادى أبناؤها بلقب عيال الأبرز قدموا إلى الشام بقيادة الشيخ عبد الله الهفل من قرى عجدة بريف حائل في الجزيرة العربية وإليها ينسبون بتسميتهم عجيدات البقارة هي الأخرى من أكبر قبائل الدير تنزل في الضفة اليسرى لنهر الفرات من طرف الجزيرة وتعد من أكثر العشائر اختلاطا بمدينة الدير ومصاهرة لسكانها ويختلف المؤرخون في أصل هذه القبيلة فمنهم من ينسبها إلى قبيلتي أنمار وإياد ومنهم من ينسبهم إلى محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ترجع التسمية بالبقارة وفق هؤلاء وللبقارة وجود ليس بالقليل في الحسكة أيضا إلى جانب العديد من القبائل الأخرى كالجبور وهم قحطانيون من أعقاب الصحابي الجليل عمر بن مهدي كربي الزبيدي وقد عنوا بالزراعة في أواخر عهد الدولة العثمانية حتى بلغ من غناهم وكثرة أراضيهم أن يدفعوا نصف ضرائب لواء دير الزور في ذلك الزمن أما شمر فهي مجموعة عشائر متنوعة قحطانية قدمت من جبلي طي في نجد أجا وسلمة ولقبيلة حرب وجود ليس بالقليل في الحسكة كما السادة نعيم وطي وهي عشيرة ريفية كبيرة تعد الثانية في الجزيرة الفراتية من حيث المكانة والنفوذ قدمت من ذات الجبلين الذين قدمت منها شمر حيث كان أجا وسلمة يسميان بجبل طي قبل أن تزيحهما شمر عنهما ويصبحان جبلي شمر أما في الرقة فتتوزع قبائل الفدعان والبشعبان والنعيم والمجادما وجيس أو قيس وبالطبع لكل من تلك القبائل شجرة نسب متينة ذات أصول عريقة وفروع كثيرة ومعروفة لا تتسع لتفصيلها هذه الدقائق القليلة وإنما يشار إليها عرفانا لحميتها ونخوتها الأصيلة المدافعة عن الحق والمستميتة لنصرته على الرغم من تنوعها الكبير إذن استطاعت العشائر العربية أن تجد لنفسها صيغة توافقية ونداء استغاثة يوحد الجميع وهدفا مشتركا يصعى إليه الكبير والصغير وهو بلد حر ومستقل يتمتع فيه الجميع بحريتهم ويأمنون فيه على أرواحهم وممتلكاتهم وقبل ذلك كله كرامتهم